السلام الخير تحية لكم أيها الأوفياء الحكاية بدأت في المغرب تورخناها في ميلبورن واليوم تستمر المسيرة بالنسبة لبؤات الأطلس الحمد لله تأهل الدور الثمن النهائي عن جدارة واستحقاق بعد مباراة صعبة وصعبة جدا أمام الكولومبيات كولومبيا التي هزمت ألمانيا بحثرت الكثير من أوراق المجموعة ولكن الحمد لله المنتخب الوطني وإن تعثر أمام الناشونال منشافت أعرف كيف يتعامل مع مباراة كوريا الجنوبية المباراة التي كانت حاسمة ومصيرية لماذا؟ لأن كوريا الجنوبية لديها خبرة أكبر منها كوريا الجنوبية تشارك في المونديل للمرة الرابعة كوريا الجنوبية أحد تنينات آسيا في الكرة النسوية لديهم بطولة قوية لديهم اهتمام كبير جدا في الكرة النسوية سبقونا بسنوات وبالتالي كانت هذه المباراة بمثابة لقاء مفتاح من أجل العبور من أجل على الأقل حفاظ على الأمل ولا واحد كان متفائل بهذه الدرجة بالنظر إلى أننا وقعنا في لغة الحسابات المعقدة شنو زعماء؟ خاصتنا الألمانيا تخسر ألمانيا تخسر مع كوريا؟ صعيبة شي شوية ألمانيا تعادل ألمانيا ربحو حنايا كولومبيا بفارق أربعة أهدأ كانت ضغوطات يحسن عوان المنتخب الوطني يحسن عوان الشباك ومجموعة أسود الأطلس أو لبؤات الأطلس هناك في أستراليا كانت هذه اللغة الحسابات المعقدة التي تدخل فيها بوحدها هي ضغط نفسي بعيد عن المباراة والمردود البدني وأي شيء آخر فني وتقني داخل لقاء في أعلم كرة القدم ولديك مشاركة أولى يعني ماشي كولومبيا أيضا اللي شاركت في المونديال من 2011 تقريبا أول مشاركة كولومبيا اللي كتمارس على مستوى أمريكا الجنوبية مع منتخبات كالبرازيل وغيرها من المتخبات النسوية القوية جدا كولومبيا اللي مشات في كوبا أمريكا حتى احتلت المركز الثالث يعني عنده واحد الباع طويل داخل داخل المسابقة القرية أو حتى على مستوى المسابقة العالمية منتخب لا يستهن به وشاهدناه مع مع الألمان كيف يحيي الأمال فكان منتخب صعب وصعب جدا منتخب قوي بدنيا صح ما عندهمش ذلك الطول الفارع اللي كان عند الألمانيات وذلك الاندفاع البدني الكبير ولكن عندهم عندهم مجموعة من اللاعبات يعني هذه كلاعبة راميريز كتلعب في ليفانتي ولولا رشاقة وأناقة ترميشي لكانت سجلت علينا هدف أو اثنان ولكن انتهت الحكاية هناك لكن كما عندهم عندنا في المقابل أنا الحمد لله شفت أجواء واحد أجواء رائعة وليك واحد الفيديو ورا ببساطة نقولها بعيد عن تحليل فني ولا تحليل نفسي ولا كنا عائلة كل أعضاء الجهاز الفني والبعثة المغربية مع اللاعبات مع اللف الاحتياط كنا واحد الجو عائلي جميل وجميل جدا كاين لحمة بين المجموعة كاين إيمان بالذات كاين اقتناع على أنك وصيف بطل أفريقيا وكنت قابق قوسيني وأدنى من التتويج باللقب كاين لجالوزيك حاضرة علاش نيجيريا وجنب أفريقيا من قارتنا مروا لنعبر كان إصرار كان عزيمة تلبيل انتضاع على الشباك ولكن عادة غزلان تبت موقع ديالة في منطقة الجزاء ساهمت في تسجيل الهدف يعني أمر كان أكثر من رائع اليوم بحل لك تقول شباك ما توفقات العماري واجدة وهكذا دواليك كان مشاهد رائعة ورائعة جدا للمنتخب الوطني اليوم الذي يحقق إعجاز بالنظر للزمن الزمن الذي بدأت فيه كرة القدم الوطنية نحن يلا يلا 98 شاركنا في كأس الأمام الأفريقية يلا يلا حققنا الوصافة يلا يلا لعبنا مباريات ودية لعبنا مبطولات عربية إلى غير ذلك ما كايش حاجة في سجلنا التاريخي اللي نقدر نقوله أن لدينا تراكمات تقارع منتخبات المجموعة التي وقعنا فيها لا تبهوا لا ألمانيا لا كوريا الجنوبية ولا حتى كولومبيا لا مجال للمقارنة سيدي مع وجود الفارق ولكن الفارق أين تموقع؟ الفارق تموقع بالإرادة بالجدية يهدرنا عليها بالروح بفخر الانتماء بحب تحقيق إنجاز وإرسال رسالة لمن يهمه الأمر ما ننساوش إحنا غير بعد مباراة ألمانيا الستة الزيرو بدأت تنمر بطريقة فضة وقلت حينها في بوست قلتها لبؤات الأطلس اختزلنا الزمن يعني اختزلنا زمن طويل جدا من بناء منتخب نسوي أولا وقبل ذلك من بناء ممارسة كرة قدم نسوية أنا كنت في 2011-2012 يلا بديت كندا على مولودية العيون على فرق في الكرة الوطنية صح كان الجيش الملكي ولكن مش حال من فرقة مش حال من فرقة اللي كتمارس عندها شروط الممارسة الاحترافية إن فرق معدودين على أصابع اليد الويداد في الكرة النسوية نحن مبتدعة لازلنا نبحث عن الخبر لنكمل الجملة جملة الممارسة الاحترافية للكرة النسوية إذن باقي الحال ولكن رغم كل هذه السعار رجع الواحد شخص أو تاني اللي هو رينالد بيدروس بسم الله ما شاء الله حائز على جائزة أفضل مدرب كرة قدم نسوية في العالم ما شي جديد عليه معاليهم حصد الأخضر واليابس دوري الأبطال والدوري والكاس إلى غير ذلك نجم على مستوى كرة القدم الفرنسية هو فرنسي إسباني ولكن غير رجعوا البلا بلا ديالي ما جايبه رجعوا اللقاطات نشوفوا الحماس اللي كان إذن الخبر كي وصلنا الآن في التدار أنه يوصل للعبات المنتخب المغربي ولأكيد صادقات غيز للأشبك لاحظوا الفرحة كبيرة وللجماهير المغربية إذن المنتخب المغربي يحقق إنجاز كبير إنجاز تاريخي بعد وصل قورنس في نيائي في كأس العالم في قطر على الوصول للدور التمنى النهائي للبؤات الأطلس صاحة صراحة قدموا لقاء كبير قدموا مستويات كبيرة منتخب المغربي يصل على حساب منتخب ألمانيا الذي حقق اللقاء في مناسبتين لقاء كأس العالم واليوم المنتخب المغربي يحقق هذا الإنجاز بالوصول للدور التمنى النهائي أكيد منه فرحة كبيرة لريناد فيدروس لغزل الشباك ولباقي اللاعبات صراحة لقدموا مستويات طيبة مساوية كبيرة هنيئة للمنتخب الوطن المغربي السيدات هنيئة لجمهور المغربي وهنيئة لجمهور العربي الذي سند المنتخب المغربي صراحة يعني شعور إذن الخبر كيف وصلنا الآن شعور يعاش كما قالت لي ذات يوم مريم أمجون ولا يوصف صولت قتل من ساعدتي المنصة تتويج فستي بتحدي القراءة العربي وهي لبؤة من لبؤات المملكة المغربي وكم هن لبؤات لا يلمعنا في كل المجالات في الطيران في الفيزياء في الفضاء في حق أن نفتخر بنساء المغرب حق لهن الفخر كبرياء الطموح العز النصر أي شيء يريدونه لأنهن فتحنا أبواب كانت مغلقة منذ زمن حتى هذا المدرب رينالد بيدروس صورة مع نوهيلا لا 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 تحولت إلى ما أعرفش أنا مش شيء جاي ننتقد ولكن رأفة باللبؤات شيء من الاحترام شيء من التقدير ثقافة الاعتراف ما كيناش عندنا وانت اللي كتكتبك تكريتيكي كتجي قدقول وعا تانت وما كيحطوني تانا كمان ما كيحترموني تانا مع مرشي واحد كبر بي وقال لي هات شي درتي هزوين وانا ولكن ترى ابدأ نفسك رأى انت واحد واحد مجموعة 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 مجتمع ده نقول وعا المجتمع المجتمع كثيرا لكنها لم تضحك اخيرا ولا احد كان يتوقع انه المانيا ستخرج من دور المجموعة مع من مع كوريا الجنوبية في مجموعة فيها المغرب وكولومبيا حتى كولومبيا حضوظها لو قررناها بمستوى كوريا الجنوبية واداءه منتخبر بين العشرين الكبار مصنف في الفيفا كوريا الجنوبية المانيا بطل العالم مرتين المانيا لديها اندي المانيا ممارسة كورا نسوية حقيقية والتنافس في الدوري لديهم على إقاع عالي جدا وابهداف جميلة ومن يتابع سيعرف حقا كيف هي الكورا النسوية الألمانية فوالله معجزة بكل ما تحمل الكلمة ما تعحقق اليوم معجزة شاهدت ايضا حضور أب انا عليش كان عرف الكواليس شوية كان بغين أعطي لكل ذي حق من حقها كتيبة الأسود مش جهاز فني ولاعبات في الميدان ومباراة وتدريب وطاقم طبي وطاقم فني وطاقم إداري حتى من من يشرف على على هذه الأسرة اللي قلنا في العائلة الجميلة التي أنا راها في الصراء والضراء ولحمة واحدة يسالفنا بعضهن بعضهن ما كينش فرق بين وحدة والتانية كين معاد حجي رجل اللي كان سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رجل طيب جدا مخلص جدا وطني جدا يقف على دقائق الأمور لكي نقوله أنه اليوم ربي وفقنا في الكاستنج تعلم مستوى الفيدراسيو كين خيارات رائعة جدا هذا الرجل رئيس بعثة اللي يشتوق بيلك يعانق اللاعبات بحلبهم يقف على الشاردة والواردة منذ بداية التحضير وصولا إلى السفر إلى أستراليا ومن ثم خوض المباراة برافو معاذ قدروا الناس يهضروا غير على الكوتش واللي يسجال واللي دافع واللي طاكا ولكن كان هناك من هم في الكواليس لا يحبون ولا يعشقون الظهور ولكن يقومون بمجهود جبار من أجل تذليل كل الصعاب التي يمكن أن يمر منها المنتخب النسوي المغربي في هذه المشاركة التي بإذن الله لها ما بعدها موعدنا معك من؟ الفرنسيين مدرب عرش اللقب الفرنسيين ولكن على العموم مدرب سيدات فرنسا الذي سمح بالجمل وما حمل هناك في السعودية من أجل أن يكون في باريس من أجل أن يقال أنه بغض النظر مدرب المنتخب الفرنسي سيدات رجال وكنت قد قلتها لكم في فيديو قبل سنتين ربما وقلتها في قنوات ومنابر عديدة جدا في فترة حديث عن الاستقالة وما بعد الإقالة أو الاستقالة قلت لكم الرجل حلم حياته أن يكون مدربا للمنتخب الفرنسي فحين جاء الاختيار ووقع عليه من أجل تدريب سيدات فرنسا لم يتأخر يوما برغم كل ما كان لديه من امتيازات داخل المنتخب السعودي قلنا لكم الأجواء والأفراح والشعور بروح العائلة والمجموعة يصنع الفارق خلينا عاود نشوفه واحد الفيديو كيفاش كانوا كيتابعوا اجتمال فرنسا غدوا طلع ليه كبور كيقول اجتمال فرنسا قد توقف على المغرب على العموم بايت نورك واحد الفيديو ديال المقاعد البودلاء ما كيحس دك شغال اللي كيش وتم قلنا لكم في الأول شعور يعاش ولا يوصف يعني سيدات المغرب صف الحمد لله ربي ما خيبهم شو يستاهلوا كان اداء اكثر من رائع واحد باش من ضلموش رينالد بيدروس قلت لكم اسباني فرنسي لعب مع ايمي جاكي في المنتخب الفرنسي دارده من اوروبا مجموعة من المحافل الدولية لعب وسط ميدان من طراز عالي ودرب مجموعة من الاندي لعب لأولمبيك مارسيليا ولكن مشال كورا النسوي فعله ما لم يفعله احد مع لي وشفته البكاء شفته العناق شفته الفرحة شفته الزفت الحوايش بالمناسبة كان صورة جميلة جدا نشوفوها بين نوهيلة وجياني أنفانتين كنقولوا تمغربيت هدية مغربيت هدية مغربيت شوفو فوسيفساء المجتمع المغربي ثقافات متنوعة ومختلفة داخل المنتخب المغربي الحرية في الاختيار داخل المجتمع المغربي ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضه من حولك ما بغيش ندخل في هذا النقاش لأنه نقاش عميق وقد لا نكن أهل الخوض فيه إلا إن أعدادنا أعدادا جيدا وإن ملكنا الكثير من الثقافة ما بغيش ندخل في هذا النقاش لأمور الدينية حساسة بزاف وقد تحتاج لشيء مستقل ولكن هذا التنوع الجميل هذا العنوان الرائع تلك الفتاة المرآة التي لها حق الاختيار وظهرت بشكلها الذي فيه الكثير من البراءة ولكن الشجاعة أيضا كانت صورة جميلة مع جياني أنفانتينو حتى جياني أنفانتينو هنا لعبات المنتخب وهي رسالة لأن الإبداع في المملكة المغربية للإنسان المغربي لا فرق لدينا بين فتاة وشاب الكل يبدع لماذا أردت أن أريكم أعزائي أريكم أيضا ردة فعل لأنهم خلصوا ميبانوا أكثر مننا وبدأت فعل اللاعبات بعد انتهاء المباراة كانت فرحة جميلة جدا واستصريحات نابعة من القلب اتصار كوريا أهدوه لصاحب الجلال لمناسبة احتفالات المملكة بعيد العرش واليوم طرح هذا الفوز هذا والتأهل شي حاجة اللي كنا كان رغبوا بش أنا نوصلوا لها الكورا دائما ما فيها شي حاجة مستحيلة الحمد لله كنا كيفما المقابلة اللي فاتت كنا فرقة وحدة كان دافعوا كاملين كان هاجموا كاملين عدنا نفس الرغبة نفس الهدف فالحمد لله كانت النتيجة اللي مرضية الحمد لله قدرنا نفرحو للشعب المغربي كامل دابالآن نرى هم فخورين بنا وتحنا فخورين برأسنا والدينا والخوت والصحاب فالحمد لله وصلنا للموتاقة وإن شاء الله احنا ما زال في الخدمة وما زال غانبانوش بطريقة اللي زوين النتيجة الحمد لله لا نستطيع أن نصرف لكم شعور كانت فرحة كبيرة الحمد لله لم نضيف لا نستسلمنا حتى الآخر دقيقة الحمد لله خدمنا على هذا الماش لدينا فيه ثلاثة نقاط لم نفكر في الماش الالمان وكوريا لعبنا على دراسنا وحمد لله ربي كبير أهلنا أننا ندوزوا الثاني برافو البنات برافو برافو فرحوا الشعب فرحوا كل شي المغربة اليوم منصات التواصل الاجتماعي صغير وكبير مشاهير ناس معروفين كل شي الحمد لله فرحان وهذا الأجواء التي تخلقها قوة ناعمة لا تخلقها شي حاجة أخرى لا انتصارات اقتصادية ولا سياسية ولا تعميم الفرحة لا يكون على كل شي إلا اللهم من أراد أن يخرج من نسق الجماعة هذه الكائنة التي لا تقول لك أعود ثانيا لا نهضرها وننجحها لا حاملش النجاحات ولا حاملش الشخص في التسيير ولا حاملش على العموم ولا كارت أو براسو تلقى حاقد على نفسه وأنا أدعو لعدم الاستماع إلى الشحنات السلبية هذه الطاقة السلبية التي لا تقدم بل تؤخر للمجتمعات فرحة البنات مستحقة فرحة ودموع بيدروس مستحقة نعول عليك كثيرا أيها الرجل في حكاية جميلة جدا ستكتب فصولها مع أرفيرونار مع المنتخب الفرنسي قوي صارم انتصر على البرازيل جوجل واحد ولكن يستقبل أهداف يتأخر في النتيجة يعود قد لا يسجل تعادل في المباراة الأولى لفونتاج كيعرفهم بزاف لينارد بيدروس كيعرفهم مزيان تقريبا من التشكيل الأساسي داخل منتخب فرنسا مجموعة من اللاعبات كيعرف إمكانياتهم ويفيدنا بزاف شحن المعنوية التي منحها الانتصار اليوم ووصافة مجموعة وأن تجعلها في سلم الترتيب العام من يتذيل ألمانيا وكوريا الجنوبية يا الله ما أحلى إنجاز من لا منتخب خلها الشوالي صراحة من لا ابنات من لا منتخب من لا كورا وعرين هذا الحافز المعنوي ان شاء الله سيوقف معك ورسالة لي كل ابنات مهما كانت الهجيجر أمام فرنسا شرفتونا تبارك الله عليكم خمسة وخميس قدت أنا أمشي لكوزينة والله إلا تستاهلوا أجبتم على من انتقد من تنمر لكن كتبتم لأنفسكم فصل من المجد أه كتبتوه انتوما لكم وحدة بوحدة ولبلادكم بشكل جماعي وهذا هو المبتغى فيكم حتى كاس أفريقيا رمشت ليكم على تفاصيل بسيطة وديك الغيرة كانت زوينة دازت نيجيريا دازت جنوب أفريقيا من قارة أفريقيا لدوز المغرب ما خيبتوش الظن بكل ما تحمل الكلمة من معنى وكل مجهود جبار بدلته داخل هاد المباريات بجوش تحديدا الصعبات جدا وتشمتوه في مباراة ألمانيا مباراة ألمانيا كانت بعض الأخطاء كارثية ولكن معلش تجربة أولى رهبة المونديال الميدان جمهور كاميرات المونديال تختلف عن كاميرات كأس كلها أحاسيس يعيشها أي إنسان من ينتقل من الفضاء للفضاء من شروط إلى شروط شروط الممارسة في كأس أفريقيا ما مش هي شروط الممارسة في كأس العالم حتى الكبار يدهشون وشنو خلنا نتعدل مع إيران في 2018 نخسر مع إيران في الدقائق الأخيرة بهدف بوحدوث الدهشة دهشة المونديال لأننا غبنا عنه عشرين سنة مع العلم أن أنا أول منتخبية أهل اليوم الحمد لله كنشكر ربي عاو تاني قبل ما نودعكو وكأنني شممت مؤامرة النرويج والبرازيل عرفتو الماتشات لي كتلعب توقيت واحد ولكن الحمد لله ربي سهل ربي سهل جاءت الفرحة متأخرة ولكن جميل أن تأتي بأي وقت كان على أن لا تأتي أبدا ذاك الانتظار وهذه السور وهذه اللقطات غدقا للتاريخ إن شاء الله موفقين أمام المنتخب الفرنسي وبإذن الله تواصلون المشوار ولما لا step by step خطوة بخطوة والله وحده يعلم ما هو الآتي بالنسبة لمستقبل اللبؤات لما لا تكبر الطموحات ولكن اليوم دعونا في الفرحة الاستثنائية التاريخية التي تلت الإعجاز وليس الإنجاز تبارك الله عليكم وكل المغرب فرحان بيكم وشرفتونا وإن شاء الله نعود الفرحة بعد لقاء فرنسا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر